جزار أفضل نتيجة في مباراة بكرة إيه؟ يعني هل 1-0-2-0-0-0 فكرة فرق الهدف خارج الأرض بهدفين دي لسه ما تعدلتش زي ما بتحصل دلاتي في الدورة يأطل أوروبا والدور الأوروبي لكن أنت كإعلامي وكناكد رياضي لما بتحلل النتيجة أفضل نتيجة إيه قبل لقاء العودة في كازابلانكا؟ هو يمكن أنا عجبني في آخر لقاء للجماهير لما حد قال ضروري جدا ومهم موضوع الكلينشيت النادي الأهلي في دور المجموعات اهتزت شباكه خمس مرات سجل سبع أهداف على الجانب الآخر لو تشوف الرجاء مسجل سبع أهداف برضو لكن دخل مرموها هدفين فضروري أننا بكرة نحاول ما يدخلش مرمونا أي أهداف عشان ما تصعبش الأمور إن شاء الله الأهداف هتيجي بإذن الله أنا شخصيا بشوف أن النادي الأهلي لو في حالته بكرة يفوز 2-0 إن شاء الله وأتوقع النتيجة دي كمان فضروري اللعبة تدخل بتركيز يمكن لو تتذكر أمير مباراة مصر والسنغالي الإياب الدخول متوتر بيخسرك كتير جدا بيفقدك الثقة بنفسك فلازم نتعامل مع المباراة بهدوء أنت بتلعب على ملعبك في وسط جمهورك إن شاء الله كمان المدرب يحط الخطة المناسبة بحيث نحن زي ما قال وحل الكريم أن التوصي هيعتمد على المنظومة الدفاعية وعلى الاتزان الدفاعي مش هيباغت بمهاجمة النادي الأهلي فالنادي الأهلي لازم يكون فيه تركيز إن أنت تحاول تسجل هدف مبكر لو ما تسجلش تحاول أن أنت تحافظ على اتزانك عشان ما يدخلش مرمىك أي هدف لأن طبعاً سلاح الهجمات المرتدة سلاح خطير وسلاح ممكن يصعب المباراة جداً عن النادي الأهلي فأنا أشوف أن 1-0 وأكتر من 1-0 هيكون شيء عظيم جداً المهم ما يدخلش مرمى النادي الأهلي أي هدف طبعاً ده أمر مهم جداً